أهلا بكم البداية من الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا إذ توقفت مباراة باريسان جرمان أمام ضيفه إسطنبول بشاك شهيرا التركي بسبب اتهام الفريق التركي للحكم الرابع بالعنصرية وكانت المباراة في دقيقتها الرابعة عشر عندما توجه حكم المباراة إلى دكة البودلاء وأشهر البطاقة الحمراء لمساعد مدرب الفريق التركي بير ويبو والذي دخل في مشادة كلامية مع الحكم الرابع لتبدأ بعدها مناقشات انتهت بخروج لاعبي الفريق التركي من الملعب مدفوعين بلاعبي باريسان جرمان وينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس آدم جابيرا أهلا بك آدم ما الجديد بخصوص استئناف المباراة بين باريسان جرمان وإسطنبول بشك شهير في حديقة الأمراء تفضل مرحبا المباراة من المتوقع أن تستأنف مساء اليوم بعد أن اتفقت الأطراف كلها على استئناف هذه المباراة بعد هذه الحادثة التي خيمت على جولة ليلة أمس من دور أبطال أوروبا للأسف الشديد مع أنه كانت هناك مبارايات قمة كبيرة لكن الحدث كان هذا العمل أو هذه الواقع التي حدثت في ملعب بارك دو برينس ستستأنف المباراة هي أصبحت مسألة واقع لأن ليبزيك العلماني قام بالدور لباريسان جرمان باريسان جرمان تأهل من دون أن يلعب بعد أن فاز ليبزيك على مانشستر يونيتد لذلك أعتقد بأن الضغط سيكون أقل اليوم وسيحاول التخل أن يريح بعض اللاعبين وأعتقد بأنه سيحاول الاتحاد الأوروبي بكل ما أتي من قوة أن يقوم بتهدئة الأوضاء بعد هذه الحادثة التي أعتقد بأنها ستهز الاتحاد الأوروبي مسألة لم تنتهي بعد لأنها سابقة من نوعها في عالم كرة القدم العنصرية موجودة للأسف الشديد في الملاعب الأوروبية ولكن لأول مرة نرى حكم يقوم بفعل عنصري بهذه الطريقة ولذلك أعتقد بأن المسألة ستكون لها تداعيات في الأيام السابعة المقبلة طيب أدم كيف تلقت الصحافة الرياضية الفرنسية وكذلك الشارع الرياضي في فرنسا هذه الاتهمات التي وصفت بالعنصرية كانت يعني العنوان العريض وهذا كان هو الحدث ليلة البارحة في الصحافة الرياضية الفرنسية وحتى الصحافة السياسية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يعني هاشتاغ لا للعنصرية تصدر في فرنسا وخارج فرنسا وأيضا الأمر اللافت في مباراة أمس هو الرد الفعل المباشر لمجموعة من اللاعبين إن كان في نادي التركي أو حتى الخصم باريس سان جرما نيمار رفض المسألة وقال بأن هذا الأمر لا ينطبق على كرة القدم وعندما نعود إلى الوراء نيمار عانى من المسألة في مباراة سابقة كليان مبابي كان صارم أيضا في هذه المسألة وقال بأن المباراة لا يمكن أن تستأنف مع حكم كهذا كما قال وأيضا أعتقد بأن الخطأ الذي ارتكبه أيضا وأشارت إليه الصحافة هنا ارتكبه الحكم وارتكبه الحكام عندما قاموا هذا الحكم الرابع قبل أن يطرد تماما قاموا بوضعه في مكان الفار هذا خطأ أيضا لكانوا يريدون فقط أن يغطوا تغطية على المسألة هذا أعتقد بأنه خطأ أيضا ستكون له تداعياته وأيضا حتى الحكم الرئيسي لماذا لم يكن له موقف صارم مع الحكم الرابع عندما قال له وتوجه إليه وبالكلام قال له عليك أن تطرد هذا التسمية التي سمعها توجه إلى حكم الرئيسي هذه المسائل كلها تطرح هنا ولذلك كما قلت أعتقد بأن المسألة لها تداعيات وهي جديدة في قضية العنصرية في الملاعب الأوروبية للأسف شديد ولكن هذا عامل جديد دخل عليها أول مرة الحكم الذي يجب أن يكون عادل في المسألة كله دخل حكم على الخطأ لك أدام جابرة من باريس شكرا